جددت الإدارة الأمريكية تأكيد بقاء قواتها بمواقعها على الأراضي السورية حتى هزيمة تنظيم داعش على ما أفد المبعوث الأمريكي بشأن سوريا جيمس جيفري في تصريحات لشبكة سكاي نيوز كما أكد المبعوث الأمريكي ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا واصفاً للوجود الإيراني بأنه سيعيد تنظيمي داعش والقاعدة مضيفاً أن واشنطن تدفع باتجاه وقف القتال وتفعيل العملية السياسية في سوريا